اهلا بكم من جديد عقدت لجنة الضيافة والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعا مع مجموعة من ممثلي فنادق الأربع نجوم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بقطاع الفنادق في مملكة البحرين في ظل الأوضاع الراهنة التي يواجهها العالم إزاء تفشي فيروس كورونا وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى التحديات التي تواجهها الفنادق في ظل الأزمة القائمة إلى جانب مناقشة السبل والخطوات اللازمة لضمان استمرارية العمل وطرق الاستفادة من حزمة المساعدات والتسهيلات الحكومية كما تمت صياغة المرئيات والتصورات التي خرج بها الاجتماع تمهيدا لرفعها إلى مجلس إدارة الغرفة ومنه إلى الجهات الرسمية المعنية بهدف معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الفندقة في هذه الظروف الاستثنائية أعلنت شركة البحرين الوطنية للبرودباند بينت اختيار شركة SAP العالمية كشركة تكنولوجيا لتطبيق حلولها الرقمية للأنظمة المؤسسية والمبنية على خدمات أمازون ويب سيربسيز وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بينت لتبني أحدث الحلول السحابية في جميع عملياتها ما ينعكس إيجابا على أدائها ومستوى الخدمة التي تقدمها لزبائنها المباشرين وغير المباشرين بالإضافة إلى استخدام الذكاء الصناعي وأتمتة العمليات والقدرة على تحليل البيانات ومرونة استخدام الحلول عبر المنصة السحابية أعلنت شركة أبل وجوجل الأمريكيتان تعاونا غير مسبوق بينهما للاستفادة من تكنولوجيا الهواتف الذكية في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وقالت صحيفة غارديان البريطانية إن شركتي التكنولوجيا ستعملان على تطوير تطبيق جديد لتتبع انتشار كوفيد-19 في مختلف دول العالم يعمل على هواتف أندرويد وآيفون في خطوة مشابهة لخطوة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين وبالتعاون مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 وذلك بتدشين تطبيق مجتمع واعي الهادف إلى تعزيز متابعة حالات الحجر المنزلي وإمكانية رصد الحالات المخالطة وتنبيه وحماية المواطنين والمقيمين في حال اقترابهم أو مخالطتهم للحالات القائمة أو المشتبه بإصابتها والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 24 من 100% مغلقا التداولات عند مستوى 1297 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وأيضا الصناعة وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 9 ملايين وثمانية عشر ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليون وثمانمائة وخمسة وأربعين ألف دينار تم تنفيذها من خلال سبعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 6865 نقطة بالخفاض بنسبة 2.1% لتكون الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم أما السوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 1906 نقاط بارتفاع بنسبة 4.16% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4200 نقطة بارتفاع بنسبة 2.12% أكد وزير الطاقة بدول مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الاستثنائي الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين وضمان أمن نظم الطاقة وتدفق الطاقة دون انقطاع وأشار الوزراء في بيانهم إلى أن الآثار المترتبة على أسواق الطاقة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتعيق كذلك التنمية المستدامة واتفقوا على أن ضمان استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة آمنة وميسورة التكلفة هي عوامل رئيسية لضمان صحة جميع الدول وسلامتها وقدرتها كذلك على التكيف خلال مراحل الاستجابة لهذه الأزمة والتعافي منها كشف مسح أجرت مؤسسة كيرني الشرق الأوسط أن 95% من المشاركين السعوديين في المسح قاموا بتغيير عادات التسوق الخاصة بهم في ظل تطورات فيروس كورونا المستجد إذا ارتفعت نسبة انفاقهم على شراء السلع عبر الإنترنت أكثر مما كانت عليه سابقا وبسؤالهم عما إذا كانوا سيلتزمون بعادات التسوق الحالية بعد انتشار الوباء أجاب 69% منهم بنعم كما وكشف المسح أن التسوق عبر الإنترنت هو الطريقة المفضلة بنسبة 37% أعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لصرف قرض طارق قيمته 745 مليون دولار لتونس التي تواجه خطر الركود بسبب فيروس كورونا المستجد وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 14% في عام 2020 وذلك تحت وطأة فيروس كورونا فيما يعد أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956 وفقا لوكالة فرانس برس النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل بريطانيا تتعهد بدفع 248 مليون دولار للمساعدة في إبطاء انتشار كورونا ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 13.18% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين بسبب الوضع الناشئ عن تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقع تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية بحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا الأسبوع الماضي ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل إلى 11 مليون شخص مقابل 4.400.000 قبل أزمة كورونا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى حدود 8 ليرات من حدود أقل من 6 ليرات للدولار قبل الأزمة يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه منجذبا في اتجاهين متعاكسين بشأن ما يجب القيام به حيث يناشد التجار والبنوك والمديرين التنفيذيين للشركات والصناعيين إعادة فتح اقتصاد البلاد في أقرب وقت ممكن بينما يتوسل الخبراء الطبيين لمزيد من الوقت للحد من تفشي فيروس كورونا التاجي وباقتنام التقديرات الجديدة لعدد أقل من المتوقع من الوفيات شار الرئيس إلى أنه يريد البدء في استئناف العمل بعد انتهاء التوجيهات الحالية للبقاء في المنزل إلى 30 من شهر أبرل تعهدت بريطانيا بتقديم 248 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الخيرية للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا في الدول الفقيرة ومن ثم المساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الإصابات وأعلنت بريطانيا نحو 10 ألاف حالة وفاة بسبب كورونا حتى الآن فيما يمثل خامس أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم وأشار بيان إلى أنه في الوقت الذي يتصدى فيه الأطباء وأطقم التمريض لفيروس كورونا في الداخل فإنهم يرسلون الخبرات البريطانية والتمويل إلى جميع أنحاء العالم لمنع حدوث موجة مميتة ثانية تصل إلى المملكة المتحدة